بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله مع شرح موقع دريمز تايم موقع دريمز تايم زي ما احنا شايفين كده مخصص في بيع وشراء صور الخلفيات الافتتاحية طبعا هنا ممكن حيك تبيع اي حاجة داخل الموقع يلا حيك بتصمم مثلا على الافتر افكت بتقدر تصمم على الاللستريتور بتقدر تصاوب الكاميرا تقدر تبيع كل شغلك على موقع دريمز تايم موقع دريمز تايم من المواقع الموصولة جدا كان بيحتفل من كم يوم بالذكرى السنوية العشرين لانشاؤه التسجيل طبعا في دريمز تايم سهل جدا بتيجي دي وجهة الموقع الرئيسية اول مفتح الموقع بتنزل تحت خالص لو حيك عايز تبدأ في البيع بتعمل upload and sell photo عايز تسجل في الافيليات بتدوس affiliate and reseller احنا طبعا دلوقتي هنشوف upload and sell photo بتضغط عليها بيجي لك خانة التسجيل زي ما احنا شايفين كدلوقتي بيقول لك هنا سجل وابدأ في صنع المال اه احنا طبعا انا مسجل في الموقع قبل كده فهنضغط عليها بس عشان نشوف التسجيل مجرد وتضغط عليها بيجي بيقول لك بقى اكتب ال email address وبعد كده تقول له انا مش روبوت وبعد كده التسجيل على طول مجاني اه التسجيل سهل جدا ما فيش اي حاجة ما فيش حتى تفعيل على الميل يعني ما بيبعط لكش رسالة على الميل يقول لك فعالها وروح الميل وتعالى من الميل والكلام ده خالص لأ انت بس مجرد ما تملى الخينات اللي قدامنا يبقى انت كده خلاص دخلت فانا سجل دخول عشان انا مسجل قبل كده كده انا سجلت دخول داخل الموقع خلاص هاجي لس فوق كده واشيل الجزء ده انا كده بالفعل داخل الموقع آآ تقدر بتتصفح الموقع تشتري لو حداك عايز تشتري او تبدأ في رفع الصور عشان تبيع هنبدأ نرفع الصور ازاي فبتيجي هنا upload and self photo برضو تقط عليها يجيب لك خانة التحميل تبدأ في تحميل الصور الخاصة بيك طب الصورة بقى هنحملها موصفاتها ايه? احنا ممكن برضو عايزين نشوف الصور بدعاتنا فتيجي على support center تضغط عليها يزهر لك community sell your image نفتحها في رابط جديد مش عايز تفتح في رابط جديد خلاص نفتح نفس الصفحة بيجيب لك هنا موصفات الصور والفيديوهات التي تقدر ترفعها الصورة لا تقل عن لا تزيد عن واحد جيجا بايت maximum file size تكون جي بي جي او rgi be see best quality طبعا لازم تكون اery quality كويسة ودي مواصفات الفيديو مواصفات الو مواصفات الفيكتور مواصفات الفيديو مواصفات الاوديو التي تقدر ترفعها على ااا الموقع طيب دلوقتي لو الصورة بتاعتنا اكتر من واحد جيجا بايت. تتكلمنا قبل كده ازاي نكبر او نصغر حجم الصورة. ممكن كده النظرة سريعة عليها. يعني مسلا عندنا هنا الصورة اللي انا شايفينها قدامنا. لو راح نشوفنا الحجم بتاعها هنلاقيه. اتنين وتمانية ميجا بايت. طب احنا عايزين نكبرها او نصغرها بقى طبعا. العكس هنعمل في التصغير او عايزين نكبرها هي اتنين وتمانين اه من مية ميجا بايت. فبتضغط عليها هي. وتقول له يفتح لك مباشرة برنامج الرسام. زي ما احنا شايفين دلوقتي. اصغر بس الزوم هنا عشان الصورة تبقى كلها قدامي. تيجي هنا على كلمة هوم اللي موجودة قدامك هنا فايل وهوم وفيو. تضغط على كلمة هوم. هو كده واقف عليها. المربعين يدخلين في بعض. تضغط عليهم وتزود الهوروزينتل لو زودناهم خلناهم مية وخمسين. ونلغط نروح على الصورة براها كانت اتنين وتمانين من مية. دلوقتي هنروح لها بقت اربعة وتسعة وترتين من مية ميجا بايت. طب لو حابين احنا نصغرها لو كانت الصورة اكتر من واحد جيجا بايت. هنقلل للمية نخليها خمسة وسبعين. نخليها خمسين نفضل نجرب لحد ما ننزل تحت الواحد جيجا بايت. عشان دي مشكلة بتقابل الناس كتير جدا ان هو بيعرفش يزبط حجم الصورة مع الحجم المطلوب على الموضوع. لازم الصورة لا تزيد عن واحد جيجا بايت. ده بالنسبة لحجم الصورة. طيب بالنسبة للارباح بتاعتنا هتكون ازاي بقى? طبعا الحركة اول ما تبدأ في الموقع بتكون آآ بادئ في مستوى واحد او اتنين او تلاتة على حسب بقى بعد كده كل ما تدون لود بيزيد على الصورة بتاعتك وكل ما ابيعات بتاعتك بتزيد كل ما ارباحك بتزيد. انت بتاخد كم? بتاخد من خمسة وعشرين لخمسين في المية. على حسب الشغل بتاعك بتاخد من خمسة وعشرين لخمسين في المية. طبعا اللي بيشتغل حصري مع الموقع بياخد ستين في المية. وبياخد كمان ميزة اضافية اللي هو بياخد عشرين من مية من الدولار. يعني تقريبا عشرين سنت. على كل صورة يتوافق عليها. يعني كل ما الموقع يوافق على صورة. يوافق بس بس يبيع. يوافق على صورة انه تنزل على الموقع. لو انت مستخدم حصري. يعني انت هتبيع صورك حصري على الموقع. وتكون خلاص طبعا هم بيتكرم مستوىك. يعني بياخدوش اي حد ما فيش اي حد يروح يقول لهم انا هشتغل معاكم حصري. يدي له بقى العشرين من مية سنت. لا. بيلاكيه طبعا مستوى التصوير من جوز التصوير. فلا بحديك متميز جدا في موضوع التصوير. وقادر انك انت تتصور صور باحترافية عالية. او تقدر تعمل فيديوهات باحترافية عالية. تصور فيديوهات باحترافية عالية. برضو ممكن تاخد فكرة كيفية على فيديوهات الموجودة. يبقى تقول لهم ان انا حصري. وهيبدأ بعد كده الجمهور يتفاعل معاك وينزل الصور بتاعتك والشغل بتاعك. وهتبدأ تزيد واحدة واحدة. الليفل بتاعك يزيد من واحد اثنين لتلاتة لحد خمسة. بعد كده يبدأ هم يدولك الستين في المية. اللي هو على الموقع. آآ طول ما انت طبعا لسه هتاخد خمسة وعشين في المية بس. وده على حسب كل صورة بتبعها. الموقع بيدعم البيونير والبيبال. بيدعم البيونير والبيبال في الدفع. نروح دلوقتي عشان نعمل ابلود فايل. نيجي هنا بيقولك اد. نضغط عليها. يخرجنا برة. عزي ديسكتوب. نختار الصورة دي مسلا. نقول اوبن. بيبدأ في تحميل الصورة بعد كده بيطلب منك بعض المعلومات عن الصورة. كده الصورة دلوقتي بتحمل قدامنا زي ما احنا شايفين. هنا طبعا كتب لك اميج في فيديو اور اند الاوديو. تحمل اي حاجة. الحاجة اللي انت عايز تحميلها حملها. هنا بيعمل آآ بروغريسنج للاميج. بعد بيخلص رفع الصورة زي ما احنا شايفين كده قدامنا بتجيلنا بالشكل ده. بندوس على كوميرشيال. نبدأ في عمل بعض العدادات البسيطة للصورة. بتيجي هنا بتكتب سي انت سان مسلا زي ما انا ضغط على. طبعا الكلام ده كله احنا اللي ملاه بس انا عشان كنت مليت شوية قبل كده فظاهر زي ما احنا شايفين كده. آآ ده بيقول لك هنا ماكسيمم اللاود عشرة. آآ هنا عايز بس عشرة. فانا هشيل اي حاجة. كده كام? كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. عشرة. بعد كده. يدوش سابمت. هنا دلوقتي الصورة. مفروض ان هي بيندينج. مفروض ان هي بيندينج هنا دلوقتي بتتراجع. زي ما احنا شايفين كده تنقلت للبيندينج فايلز. هنا الصورة دي دلوقتي بتتراجع عندهم وبعد كده هي وفق عليها او هيرفضوها. طب ايه هي بقى الصور اللي بترفض ممكن تنزل تحت كده. وتيجي على سابورت. سنتر. هو الموقع تيقل شوية. وتيجي على سيليور ايميج. وبتلاقي هنا بقى. هنا الصور اللي بترفض بتكون الجزء الاول ده دلوقتي اللي هو طبعا بيقول لك العنصرية والاباحية وان هي تكون اه فيها مخدرات دراجز زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. دي الصور اللي بترفض. غير كده مفيش صور ان شاء الله بتترفض. او طبعا تكون متصورة بجودة قليلة جدا فممكن ان هما يرفضوها. ده بالنسبة لرفع الصور على الموقع. ممكن بقى الفيديو والاوديو حتاك تبدأ فيه انك انت تجرب لو انت خبير في موضوع الفيديو والاوديو. تقدر تجرب ازاي ترفعهم على الموقع. الطريقة التانية اللي احنا نشتغل فيها مع الموقع وهي الافليات. بتيجي على تنزل تحت خالص وتلاقي هنا افليات وريسيلر. تضغط عليها. يحولك لصفحة الافليات. تجي هنا تختار. التولز اللي هي الخاصة بالافليات عشان تعمل تحويل لبعض الاشخاص عشان يشتروا من عندك بقى الصورة عن طريقك. هنا بيقول لك الموقع ان انت اا اي حد يشتري في خلال تلس سنين مسجل عن طريق حضرتك يبقى انت هتاخد عشرة في المية. هو هنا بيقول لك جيت خمستاشر دولار اا عشان مناسبة اا ان هو بقاله عشرين سنة. الموقع بقاله عشرين سنة. هتاخد عشرة في المية لو حد طبعا اشترى اي منتج من المنتجات اللي موجودة داخل الموقع في خلال تلس سنين. بعد كده خلاص حضرتك حولته للموقع خلاص بيبقاش طبعك بقى ايه هو بيشتري من الموقع لوحده. طيب ازاي بقى نقدر نجيب اللينك بتاعنا اللي احنا هنديل الناس ده اللينك بتاعي. لو الشير لينك بيتيلي هنا عليه بتاخده. كوبي وتبدأ في نشر اللينك ده اي حد بيسجل في الموقع عن طريق اللينك بتاع حضرتك ده. بتاخد من من المكسب بتاعو عشرة في المية. من المكسب او من ارباح اللي هو بيدفعها للموقع. بتاخد عشرة في المية. طبعا دي نسبة مش غينة جدا لو حادرك بس ان انت بتعمل احالات بس للموقع عشرة في المية طول الثلاث سنين. احنا عندنا طبعا بنلاحظ ان بتشوف يعني ان الصور هنا مكسابها عشرة عشرة من مية من الدولار وكلام ده طبعا ده بالنسبة للصور. انما الفيديو اسعارها مبلغ فيها بطريقة جمدة جدا. يعني الفيديو عشان تشتري فيديو واحد اا لو بيعيته مثلا عشرة او عشرين مرة على الموقع وده طبعا بيتم كتير. تكسب فيه كتير قوي يعني بس طبعا لازم يكون فيديو متصور به احترافية عالية قوي. اه فيه فيديو هاب بتلاقيها بعشرة دولار فيه بستة دولار. فيه على حسب بقى الفيديو اللي هتصوره. وعلى حسب جودة الفيديو. لو كان طبعا بيبقى اه ممكن يوصل لعشرة دولار في البيع الواحد بس. هو طبعا وبيتبع كتير. يعني ممكن تبيع الفيديو مسلا مية مرة. فانت مية في مية ب الف دولار في فيديو واحد. لو هتصور باحترافية وبالفور كي وبجودة عالية زي ما الموقع الطالب. ده كان شرح بسيط للموقع ازاي تقدر تبيع السور عليه وازاي تقدر تشتغل فيه الافليات على الموقع. اتمنى تقدرتوا استفيدوا من الشرح البسيط ده. اه اتمنى راح هيك استفدت من الفيديو متنساش السبسكرايب واللايك الفيديو. اه اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.